قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر نهارده نصبح على ليندا ونسألها سؤال حلقتنا تاريخ مميز في حياتها ومش ممكن تنسى أبداً صباح الخير عليك يا ليندا صباح الخير يا ليندا صباح الخير بسانت أقرب تاريخ لقلب يا شازلي هو يوليو 2016 ودي كانت بداية التغطيات الخارجية ليا ضمن الوفد الإعلامي الرسمي المصاحب لسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكانت فرواندا ولحد النهارده لسه فكرة أول سفرية ليا طبعاً ما بتتنسيش يعني خصوصاً لو كنت يعني سفرية مهمة زي دي فأكيد أمرك ما تنسي تاريخ وكمان الفكرة أن أنا الحمد لله عملتها في سن صغير جداً وكان نفسي أعمل كده من زمين فالحمد لله يعني أول مما عملتها كنت حوالي عندي 24 سنة حياة كده دي البداية يعني ربنا معيك إن شاء الله تعالوا بقى نشوف أحوال التقس النهارد صباح الخير عليكم مشاهدين خلونا نصارد مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال التقس النهارده التقس هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وفيه فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتة فيه كمان نشاط الرياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية درجة الحرارة في القاهرة النهارده 32 وأعلى درجة حرارة في أسوان 42 وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 28 هنتابع مع حضراتكم أحوال التقس بالتفصيل في النفشة الجوية ولكن بعد شوية دلوقتي هنرجع لشازلي وبسانت عشان يبدو فقرات صباح الخير يا مطر شكراً لك يا ليندا نشكرك يا ليندا شكراً لكم